تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة انطلقت بطولة سموه الدولية لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقدير المشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات التأهيلية وما يؤكد تحقيق العديد من الإنجازات والأهداف عبر إدخال وجوه جديد لرياضة القدرة البحرينية في إطار الرؤية التي يسير عليها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة بتهيئة الأجواء المثالية للاستبلات والفرسان وأكد سموه أن الاتحاد ماض في مواصلة تقوية وتطوير رياضة القدرة البحرينية مبينا سموه إلى أن الموسم الحالي شهد نجاحات متواصلة عبر تنظيم عدة سباقات شهدت مشاركة واسعة وعن رؤية سموه للسباق الرئيسي أشار سموه إلى أن السباق الرئيسي من المؤكد أن يشهد سرعات عالية وتنافس كبير ومفتوح بين الاستبلات والفرسان سعيا لإنهاء الموسم بالحصول على المراكز الأولى مبينا سموه إلى أن المنافسة لن تنحصر على فريق بل ستكون مفتوحة ومتوقع أن تشهد إثالة وندية وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في البطولة وتقديم أفضل المستويات لعكس السورة المتطورة لرياضة القدرة البحرينية وسيرها على خطة تطور والازدهار هذا وتحظى البطولة بدعم من تمكين بنك البحرين والكويت شركة هواوي البحرين مجموعة نواف محمد الجشي هاشم الوداعي للمحامة والاستشارات القانونية بنك السلام المحذي ستيفان شركة أسكون شكرا شكرا شكرا